ترجمة نانسي قنقر 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 وانا دعني بالمشاركين، يمكنهم الى اشتري بشكل سوء، لديهم نفسه أكثر من المشاركين قبل، في هذه المرة دوية ورائحة. لكنني سوف يدعني بشكل جيد، على هذا المجل، على الكلب، على رائعات المتبات، وانا منها، ليس فقط لدينا. وانا ايها المشاركة التنية، سوف يحلل المشاركة. هذه الأسفلان، وملكم جميعاين، تستطيعوني، سوف يساعدني لأنهم يساعدون للمشاهدين المشاهدين والمشاهدين والمشاهدين هل تفهم؟ هذا مهم جدا لكن طبعا سنة الحياة نكتة لابد أنكتة بتغير أو بتجدد في الفرقة فهو محتاج اللعيبة دي لأن اللعيبة دي هي اللي حتوصل للرسالة للعيبة الصغيرين إزاي يقدروا يثبتوا يعني إيه النادي الأهلي ويعني إيه فنالة النادي الأهلي وإزاي يقدروا أنهم يجيبوا إنجازاتنا لأهلي هو بيقول أنه من خلال اللعيبة دي حيركز قوي أنه هو يعني بكلم عن اللعيبة كبار حيركز قوي أنه هو إن شاء الله بإذن الله يقدر يحقق أبو طولاد بارتو هذا أعتقد أنه سيكون أساعداتي لأنني أعتقد أنه سأتحدث لهم سأخبرهم هذا هو كيف يقولون للمشاهدين شكرا هو أن يساعد المشاهدين لإخبرهم حقوق المشاهدين وإخبرهم كيف يهم جدا كيف يهم جدا كيف يهم جدا كيف يهم جدا أن يكون جدا من أهلي لكن المشاهدين عندما نبدأ للمشاهدين يجب أن نبدأ للمشاهدين أنا هناك وإن الزمالك يكون لديه 6 مقابل حسنًا حسنًا بعد هذه الأخطاء المشاهدين يمكنهم أن يكون للمشاهدين حسنًا لدينا شيء للمشاهدين المشاهدين لا هيعتبروا كمان كمساعدين لي انهم زي ما قلنا يرقنوا الرسالة للعيبة الجديدة سواء ناشئين او من برة يعنيه النادي الاهلي يعنيه تاريخ النادي الاهلي يعنيه تبقى لابس فنلة النادي الاهلي هو بيقول ان هو جاي برضو عشان النهاردة الدور الاولاني خلاص تقريبا خلص الزمالك بيقول ان هو عشان ستة بونت فهم متخينهم حيخدوا الدوري احنا ان شاء الله حنخاطل احنا ما عندناش حاجة نخسارها احنا جايين هنا مع لعيبة الكبيرة دي واللعيبة ان شاء الله اللي تبقى موجودة ان احنا نقدر برضو نخدها السديب باي سديب أو خطوة خطوة ان احنا برضو نكسب البطولة الدوري I want the wrote in the name نم بانر put this worse that the sadness for not win is the shame for not fight i mean that you are fighting and you are fighting no i mean the worst that you are fighting but you don't fight so you can take what you want so the worst that you are fighting is that you don't fight so that's what i want to make the government to put a banner and say that and he wants to give them this message we have to fight and get to the goal we want the girls are looking for that the actual position came in at the time of the Turkish war is this something that you do? i hope that